شُرِ شُرِ فَاقْرِينَ غَيْرِ الْمَغْبُوبِ عَلَيْهِمْ وَالَضَّالِينَ بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَامِّينَ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَّقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزْلَ إِلِكَ وَمَا أُنزْلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُنْقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّنْ رَبِّهِمْ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْظِرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَنْعِهِمْ وَعَلَى أَبِصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَمِنَ الْنَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ مَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُوا فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْعَوْدِي قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَاكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَمِنُوا كَمَا أَامَنَ الْناسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا أَامَنَ السُّفَهَا عَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَاكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا نَقُوا الْلَذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وإذا أخلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في تغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهما كانوا مهتدين مثالهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضعت ما حوله ذهب الله بنوره وتركهم في ظلمات الله يبصرون صم مؤمن عمي فهم لا يرجعون أو كصير من السماء فيه ذلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من السواعك حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم شوفي وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لاذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وأنزل من السماء ماءا فأخرج به من الثمرات بزقا لكم فلا تجعلوا لله أمدادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب بما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة مثله وادعوا شهداكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي يقودها الناس الحجارة وعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجدي من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابهة ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضريط لما بعودة لما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق لربهم وأما الذين كثروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مسلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميساقه ويقطعون ما أمر الله به أي صلى ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاصرون كيف تكفرون بالله وقنتم أبواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع السماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويستك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أملئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبتون وما كنتم تكتبون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ما استجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت والزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبتوا بعضكم لبعض العدو ولكم في الأرض مستقروا ومتاعوا إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهلتوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدا فمن تبع هدا فلا خوف عليه ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآيات لاولاك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني سرائي لذكوا نعمتي التي أنعمت عليكم أوفوا بأهدكم وإيايا فارهبون وآمنوا بما أنزلتم صدق لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل يذكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وعادوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني سرائي لذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكون العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يأخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأوجيناكم أغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى ربعين ليلة ثم التهرة نعجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب الفرق لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم بكدي خاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلك خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لنؤمن لك حتى نرى الله جهة فأخرتم الصائقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم من من والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فأكلوا منها حيث جئتم رغدا ودخلوا الباب ودخلوا الباب سجدا وقولوا عطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا ضيلا الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب معصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس ما اشربهم كلوا اشربوا من نسم الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادعوا لنا فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها قثائها وقومها وعدسها وصلها قالا تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو أخير اهبتوا مصرا فإن لكم ما سألتم أضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويخطر النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصار والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجلهم عند ربهم ولا خوف عليه ولا هم يحزنون وإذا خذنا ميتاقكم ورفعنا فاققوا التور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكمتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين أعددوا منكم في السود فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين ديها وما خلفها معزة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوى قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال دعو لنا ربك واجب لنا ماهي قال إنه يقول إنها بقرة لا ولا بك عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا دعو لنا ربك واجب لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاكع لونها تصر الناظرين قالوا دعو لنا ربك واجب لنا ماهي قال إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا بقرة لا ذا دود تثير الأرض ولا تستي الحرث مسلمة لا شئت فيها قالوا الآن جئت بالحق فاذبحوها ما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادرأتم فيها والله مقرج ما كنتم تكتمون فقل نغربوه ببعضها كذلك يهد الله البوتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة فهي كالحجارة أو أشد قصوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقر فيخج منه الماء وإن منها لما يهبت من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله ثم يحرحونه من بعض ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا أخلا بعضهم إلى بعضهم قالوا وتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوا به عند ربكم أفلا تعطلون أولا يعلمون أنون الله يعلم ما يسترون وما يعلنون ومنهم الأميون لا يعلمون الكتاب إلا ما نجع إنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثبنا قليلا فويل لهم لما كتبت أيديهم وويل لهم لما يكسبون وقالوا لن تمسر النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بل أما من كسب السيئة وأحاطت به خطيئته فأولاك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا عملوا الصالحات أولاك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذا أخذنا ميثا خضل إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين يقول للناس حسن وأعطيموا الصلاة وأعطوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذا أخذنا ميثا خضل لا تسبكون دماكم وما تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم أنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم السارة فادوهم هو محرم عليكم يخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب يتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة ردون إلى شد العذاب وما الله يغافر عن ما تعملون أولاك الذين اشترؤوا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولا قد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول مما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعلت الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفر بمعراءه وهو الحق مصدق لما معهم قل فلم تقتلون أمون يا الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبجنات ثم اتخذتم العجلة من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم التون الخذو ما آتيناكم بقوة واصنعوا الطال وسمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا في الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنواه أبدا بما قدمت أيديهم الله عليم بالظالمين ولا تجد أنه محرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يوضت أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله رصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله بإذن الله مصدقا لما بين يديه يهدى وبشرع للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله جبريل وميكان وميكان فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزل إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاهم رسول من عند الله من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنسل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن نحن دون فلا تكفر فيتعلمون منهنا ما يفرقون به بين المرء والزوج وما يبون بضار نبه من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يدبهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما صوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا قُولُوا مُذُرْنَا وَاسْمَعُوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب للمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننصخ من آية أنوصها نأتي بخير منها أو مثلها أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيلٍ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُنْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٌّ وَلَا نَصِيرٌ أَمْ تُرِيدُونَ أَمْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا صُئِمْ لَمُوسَى مِنْ قَبْلِ وَمَنْ يَتَمَدْلَ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ أَلَّا سَوَاءَ السَّبِيلِ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حسادا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واستحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدفر الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك ما عليهم قل هاتوا مرهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وجهه لله وهو محسن فله أجه عند رب ولا أخوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصار على شيء وقالت النصار ليست اليهود على شيء وهم يدتون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون من إصلا قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم من منع مساجد الله مساجد الله أن يذكروا فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشيق والمغل فإنما تولب ثماج الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ردا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديل السماوات والأرض وإذا قضوا عمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لأولا يكلم الله أو تأقين آية كذلك قال الذين من قبلهم لذل قولهم تشابهت قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم لإن هدى الله هو الهدى ولئن اتبع تهواءه بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين أتيناهم الكتابة دونه عق وطلاته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم من العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قالوا من ذليتي قال لا لا لأحد الصالمين وإذ جعلنا البيت ثابة للناس يؤمنه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيك للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فمتعه قليلا ثم أضبه إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من صفه نفسه ولا قد استفينه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إلا الله استفاه لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله آبايك إبراهيم إبراهيم إسماعيل إسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت لكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حليفة وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أوزل إلينا وما أوزل إلى إبراهيم إسماعيل إسحاق يعقوب الأسباط وما أوتي موسى عيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنوا به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم سبغة الله ومن أحسن من الله سبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا ربكم ولنا أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل إسحاق يعقوب الأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله قم الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر المترجم للقناة